إن القيم ذكر ثلاث عشرة مرتبة للجهاد تبدأ بجهاد النفس وهي على أربع مراتب المرتبة الأولى أن تتعلم الحق فهذا جهاد المرتبة الثانية أن تعمل به وهذا جهاد المرتبة الثالثة أن تدعو إليه وهذا جهاد المرحلة الرابعة أن تصبر على ما تلقاه من أذن في سبيل الدعوة إليه وهذه أربع مراتب من الجهاد تتعلق بجهاد النفس طيب هذه أربع مراتب ثم هناك جهاد الشيطان قال وهو نوعان دفع ما يلقيه من شبهات وشهوات الشبهات تشكيك في اليقينيات والثوابت والشهوات تضعف بالهمة وتخلط بها إلى الأرض فماذا يعني هذا يعني أن ندافع شبهات الشيطان باليقين وأن ندافع شهوات الشيطان بالصبر وهما عماداء الإمام في الدين واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون في الأثر يعني إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ثم هذه مرتبتين مع أربع مراتب صار أصبحت ستة مراتب ثم هناك ما أسماه بجهاد الظالمين وأهل الفسوق والمعاصي والفجور والبدع ونحو ذلك وهذا يكون باللسان ويكون باليد ويكون بالقلب اليد يعني هي لكل ذي سلطان في سلطانه الأب له سلطة والمعلم له سلطة والقاضي له سلطة والحاكم له سلطة كل في سلطانه واللسان وظيفة البيان والقلب هذا هو الذي يمثل الحد الأدنى هذه ثلاث مراتب انصرفت إلى تسعة مراتب الآن أصبحت وهناك المراتب المرتبة الأخيرة في أربع مراتب اللي هي مرتبة جهاد المشركين والمنافقين يكونوا باليد واللسان وبالمال وبالنفس فهذه أربع مراتب تنضاف إذن فيها طلتاشر مرتبة ليس القتال منها إلا مرتبة واحدة وإن يعني أصبح احتل الزروة العليا الزروة العليا لكنه لا يمكن أن يحصر الجهاد وأن ينحسر مدلوله في القتال ولا كذلك أن يحذف القتال من مفهوم الجهاد